فعلا دكتور أفضل العمل ساكي الماء فعلا وزي ما احنا شايفينه حالك تبتقول عليه ان الحاجة تتعمل بشكل محترم بشكل جميل شكل يليق بالناس اللي بتقدم لهم الحاجة ان شاء الله شكل آدمي يليق بآدمية الإنسان بالنسبة لفكرة أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان أولى الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البيان لما جاء في القرآن ولذلك الإنسان لما يحب عاوز يعرف أي شيء لا إما بيروح للقرآن لما بيروح للسنة بعد كده إجماعه قياس دي متعلقة بالأحكام الشرعي نيجي نلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينصح سيدنا سعد بن عبادة لما ماتت أمه وده بالنسبة لأستاذ المشاهدين اللي بيشوفون اللي هو بيبقى نفسه عايز يعمل صدقة جارية أمه وتوفيت أبوه كتير بيسأله برضو في الحتة دي دكتور فدي جزئية جميلة جدا ومهمة نقول له اعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن عبادة وده طبعا بتضمنه جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا من خلال محطات التحلية والآبار والكلديرات وده برضك ممكن إن شاء الله نتطرق إلى فيه وصلات مية برضو ومعن لهم حالات المية كتير طب لو إحنا جينا بصينا بقى الفكرة سقي الماء سيدنا النبي لما ماتت أم سيدنا سعد بن عبادة سأله قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها إيه رأيك أعمل لها صدقة الجزية مهمة ده سيدنا سعد اللي بيسأل سيدنا النبي قال له أعمل لها صدقة قال له نعم اعمل لها إيه ده يعني أنا ممكن أعمل صدقة أه طبعا اعمل لها زي ما سيدنا النبي قال لسيدنا سعد قال فأي صدقات خير أو أفضل قال سقي الماء يبقى كده عرفنا إن أفضل الصدقات الجارية سقي الماء سقي الماء ده بنص مين بنص سيدنا رسول الله حضرتك برضو قلتلي إن أنت نزلت معهم في موضوع الماء والحاجات بيشوفتها بنفسك وقدي الموضوع بيبقى مختلف وفي الحقيقة الناس لو شافت اللي احنا شفناه يعني مفيش واحد هيكون ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من المال وأبخل على الفقير يعني حضرتك من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها بعيني واحد كنت بسأله فبقول له أنت بتيجي هنا محطة التحلية دي بتيجي من بعد قديه قال لي والله أنا بيجي من على بعد 15 كيلو مع تروسيكل كده بيروح يملى المية دي من محطات التحلية ويرجع بيها للناس ف15 كيلو رايح و15 كيلو جاي أدي 30 كيلو السافة طبعا ومصاريف جدا طب والراجل ده ومش بيجي مرة واحدة ده بيجي مرتين هم مش هستجن عند المية برطو أساس الحياة أساس الحياة وفي حد يقدر يتوضى الوضوء الطهارة العبادة الأكل الشرب ده أساس الحياة جماعة ممكن الإنسان ينتظر شوية في الطعام لكن المية ما يقدرش فده فضلها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى كل من شارك في مثل هذه المبادرة الله معمين فيه برضو من الحاجات المهمة برضو في الأيام اللي احنا عشانها دي برضو أيام الحر والكلام ده محور التسقيف اللي هو تسقيف المنازل اللي هي الناس اللي ما عندهش سقف ممكن الحاجات احنا بنشوفها بنشوفها على الشاشة وأساسها برضو تعمل مبادرة اسمها أمان ودفا ودي شغالة على طول طول السنة يعني التسقيف برضو هم مش لازم في الشتاء والأمطار وكده لا ما هو برضو حرارة الصيف والكلام ده صحيح ممكن احنا بنبقى شايفين الشكل قدامنا على الشاشة عامل ازاي موضوع صعب ولذلك الفكرة دي انا بسميها داخلة تحت فكرة ستر المسلم ستر الإنسان ستر الإنسان ده من أعظم الأمور التي يتقرب بقى الإنسان إلى مولاد انت عارف يا أستاذنا كتير من الناس بتظن ان فكرة الستر من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة بتتعلق بان انا شوف واحد على معصية فاسطره ما اقولش لا ده انت ممكن تلاقي نفس اللي احنا شفناه كده الناس اللي مش لقية او البيوتها من غير سقف وإحنا مش متخيلين حرارة الشمس بتبقى عاملة زي في كثير من المحفظات وزيك الجمعية جزام الله خيرا جمعية البر والتقوى المصرية بيصلوا إلى هؤلاء الناس في هذه الأماكن البعيدة يروح لهم يشوف احتياجاته فبص تلاقي بيت من غير سقف طب انت عايش ازاي صح وهو ممكن عقارب تخش لك او تعبين الناس كانت بتشتكي لما احنا روحنا معهم الفيون كانت دعوة من دكتور يا مدعوض كان الناس فيها لما بتشتكي من الحشرات والحاجات التي تبقى في السقف وهم عايشين في البيت صحيح ولذلك وصدق يعني المسمى على المبادرة امان امان اصول الامان للناس والدفء والدفء خاصة في الشتاء فاحنا النهاردة في جو الحر ما فيش حد ابدا يقدر يتحمل حرارة الشمس فتخيل عاوز السيدة المشاهدين كده يتخيلوا ان فيه ناس قعدة في حرارة الشمس في الجو ده ما عندهاش سقف يحميها من حرارة الشمس طب انا لو عملت كده ايه اللي هيحصل لا اقول له هيحصل لك حاجات جميلة جدا في الدنيا والاخرة في الدنيا ربنا هيسترك وفي الاخرة تأتي تمشي في ظل صدقتك المتخيل كده استاذنا لما نكون سبب في النواحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يقي حرارة الشمس لنكون سبب في هذه الوقاية فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه بقى في القرآن هل جزاء الاحسان فانت احسنت الاخيك في الدنيا وسترته من حرارة الشمس فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويحسن اليك ويجعلك تمشي في ظل صدقتك ده يمتى ده لما الشمس تبقى ايه فوق الرؤوس فتخيل بقى حضرتك هالجزاء والاحسان يبقى الموقف سيتها صعب جدا جدا وما حدش ميادر يتحمل ومن هنا بقى انت تستطيع ان انت تبدأ تبادر من دلوقتي يعني عندك الفرصة انك تشارك في مثل هذه الامور احنا زي ما بيقول احنا بنتشعلق كده في رضا ربنا سبحانه وتعالى عاوزين نجيب حسنات من كل حتة ممكن وبالتالي انا عايز بردك السادة وشانين يعرفوا حاجة لو انت شاركت في مبادرة من المبادرات ايه المانع ان انت تشارك في مبادرة تانية نوع الاعمال والله احنا بدورنا دكور بنعمل يعني احنا وسيط وحطين ارقام بتاعت المؤسسة على طول معنا علشان بردو لا عايز اتواصل معهم لان اعمال الخير بردو ما بتنتهيش مع المؤسسة ندعو الناس ان هي تشارك فيها لان بردو الناس بقت محتاجة والدنيا بقت صعبة على كتير من الناس انا اتشارك في حركة النهارة وانت عايز الحلقة تطول بس الاستاذ سامي يزعل مني بقى ما يقول لي ختم فان شاء الله نتقابل في حلقة التالية ان شاء الله وإذن الله كنا معكم عزيزة المشاهدين مع الدكتور عبد السلام وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة